بينما تجري العملية السياسية بخطة ثابتة تتكشف أمور قد تمثل عثارات في طريق تلك العملية فقد كشف تقرير أممي شراء أصوات بعض المشاركين في انتخابات منتدى ليبيا التي أشرفت عليها الأمم المتحدة وجرت في جناف من أجل التصويت لعبد الحميد دبيبة رئيساً للوزراء دبيبة نفى هذه التهم معكداً بأن الهدف منها هو إفشال عملية التوافق الوطني هل تكون هذه الأزمة حجر عثرة أمام العملية السياسية الليبية؟ كلما وجدت الأزمة في ليبيا سبيلاً للحل يظهر ما يعرقله هذه المرة شبهات فساد تحوم حول محادثات السلام الليبي الأخيرة فقد كشف تقرير أممي عن وجود رشاً في هذه المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة إذ تحدث خبراء من الأمم المتحدة عن وجود عمليات شراء لأصوات عدد من المشاركين في محادثات السلام الليبية وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن التقرير الذي من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس الحالي اتهم فيه خبراء الأمم المتحدة عدداً من المشاركين في المحادثات التي استضافتها تونس بعرض رشاً تصل إلى نحو خمسمائة ألف دولار على أعضاء في منتدى الحوار السياسي الليبي بهدف التصويت لصالح عبد الحميد دبيبة كرئيس للوزراء على إثر ذلك طالب 24 نائباً برلمانياً بتأجيل جلسة منح الثقة للحكومة المقررة في الثامن من الشهر الجاري لحين صدور التقرير الدولي بشكل رسمي لكن في حال فشلت الحكومة في نيل ثقة البرلمان يمكنها أن تنال الثقة مباشرةً من منتدى الحوار السياسي بدوره نفى رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة هذه الاتهامات مؤكداً أنها تأتي بهدف التشويش على عملية تشكيل الحكومة وإفساد حالة التوافق الوطني وكانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز قد أعلنت في وقت سابق أنها فتحت تحقيقاً في تهم الرشوة بعد انتشار أنباء بهذا الشأن هو بالتالي الرامل الوحيد لمصالحنا يعني نجاحها سيكون كرئيس للحكومة هذه سيجسدنا وقد عملنا لمورنا المادية بالإضافة إلى أن انتفاقياتنا السابقة ستكون موجودة ومضمونة وأمام دبيبة مهلة حتى التاسع عشر من مارس الجاري للحصول على ثقة مجلس النواب قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة المقرر في ديسمبر المقبل معنا لمناقشة هذا الموضوع من منغازي الباحث السياسي والاستراتيجي خالد الترجمان ومن طرابلس الكاتب والباحث السياسي إبراهيم بالقاسم أهلا بكما أبدأ معك سيد خالد الترجمان إذن تهم الفساد بدأت تخيم على الحياة السياسية وفق الاتفاق الليبي الذي باركه المجتمع الدولي برمته هل يعد ذلك انتكاس برأيك لهذا الاتفاق أهلا بك سيدة فضيلة وضيفك ومشاهديك الكرام على كل حال مسألة الفساد وكانك تتحدث عن خبز يومي في ليبيا ليس بأمر مستهجا أو مستغرب أصبح الفساد يعوم كل شيء ليس هؤلاء الذين طرح عليهم الرشاوي للتصويت لأحد دون أحد هذا الأمر تم منذ لقاعهم في تونس وغذت الطرف البعثة الأممية عن تحقيق جاد في هذا الأمر وأسرت على الخبز وسببين الذين اعترض عليهم كل الليبيين ربما الآن ما جدوى أن يطرح هذا الأمر هل هي شفافية؟ هل هي بالفعل ذهاب إلى أن يجب أن تكون الأمور في نصابها الصحيحة وبشكلها الصحيحة البعيد عن كل ما يمكن أن يمت للفساد بصلة اللي بيضجوا وملوا من هذه القضايا ومن هذه القصة برأيك سيد ترجمان أنت سألت سؤال مهم نعم هل لديك إجابة عنه؟ ما سر طرح أمرك هذا الآن؟ وكما تقول ليبيا تعج بالفساد ليست هذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن عملية فساد في العملية السياسية الحقيقة هو ربما إعطاء مزيد من الفرص لمزيد من خلط الأوراق كما حدث في الصخيرات الآن ربما هذا جزء من ما يجب أن يحدث أننا لن نصل بالفعل لسحقات 24-12-2021 كذلك لن يكون هناك حكومة قد ترتبط بالأجندة المفروضة وهي رحيل قوات الأجنبية عن الأرض الوطن تفكيك الميليشيات جمع السلاح كل هذه الأمور بدأت منذ الاعتراض على وجود مجلس النواب في سرد وأن الأفضل أن يكون في صبراتها الأفضل أن يكون في غدامس أو في غيرها من المدن مثلا طبر غير آمنة كذلك سرد غير آمنة الإشكالات التي توضع الآن هدفها الأساسي أنا في رأيي بغض النظر أنا لا معنى ذلك أن يسكت عن فساد أو عن التحقيقات أو عن الرشاء أو عن كل ذلك ليس هذا هو ما أقصده ولكن أقصد أن لماذا الآن البيبي لم يستطع أن يقدم أسماء لحكومته أليست مشكلة حتى الآن أو أنها قدمها سرا ولا يريد أحد الإفساح عنها دعني سيد ترجمان أذهب إلى سيد إبراهيم بن قاسم في هذه النقطة ما قاله السيد ترجمان من أن ما حدث قد يخلط الأوراق مرة أخرى ويبعد ليبيا عن الاستحقاقات لهذا العام الانتخابات في ديسمبر المقبل فك هذه الميليشيات رحيل المرتزقة هل هذا هو الهدف برأيك؟ أهلا بك سيد خديجة وأهلا بك سيد خالد ترجمان الحقيقة أنه رغم هذه الادعاءات التي أجري فيها تحقيق من فريق أو من المسؤول عن قطاع المالي في لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات الدولية إلا أنه برغم ثبتة حول هذه الحالة والتي سيصدر فيها تقرير في 15 مارس القادم وتقرير من جزئين سواء كان الملحق السري أو الملحق الذي يحمل رقم 13 الذي يحدد فيه الأسماء الثلاثة التي تورطت في هذه العملية أو التقرير الذي سيعلن وسيسمح لكافة الدول والإعلام الاطلاع عليه هذه الحالة لا أعتقد أنها قد تنسف أو قد تمس باستحقات المرحلة باعتبار أن من يحاول توظيف عملية وجود أو الدعاءات وجود فساد التي خضعت فعلا لتحقيق يحاول أن ينسف بها العملية السياسية برموتها كل ما خرج عن مؤتمر برلين في 19 يناير 2020 بما في ذلك ليس المسار السياسي فقط وليس المنتدى السياسي فقط هو لا يشكك في المنتدى السياسي بل يشكك في كل العملية يشكك في المسار السياسي بالكامل برمته يشكك في المسار الاقتصادي وما نتج عنه وما حاقته اللجنة الاقتصادية والمسار الاقتصادي من تحقيق لإنجاز حقيقة على الأرض بوضع خطة اقتصادية متكاملة وينسف أيضا جهود اللجنة العسكرية التي نجحت في تدبيت وقف اطلاق النار وبدأت في خطة أو بدأت في تشغيل خطة تنفيذية لإخراج المقاتلين من الأرض هو ينسف كل ما خرجه عن مؤتمر برلين ويعود بنا إلى مربع مجهول وإلى نقطة ليس الصفر بل هو أسوأ من الصفر الآن من يوظف هذه الموضوع أو من يوظف هذه الإدعاءات الآن هم خصوم سياسيين خلينا نقول أنه لا تبدو نواياهم سليمة لا يبدو أنه يبحثون فعلا عن مصلحات واستقرار الوطن إنما يوظفون هذه المسألة ضمن مساعي للحصول على مكاسب ومصالح ضيقة ليست مصالح وطنية وليس مكاسب وطنية وأعتقد أن هؤلاء قد أعلنوا وكشفوا عن نواياهم خلال محاولة تعطيل إجراء عقد جلسة لمجلس النواب جزء منهم موجود داخل مجلس النواب هؤلاء عطلوا أو يرغبون في تعطيل استحقات المرحلة يرغبون في تعطيل أولا جلسة مجلس النواب التي من المفترض أن تبحث الأسماء التي سيقدمها السيد الرئيس عبد الحميدة بيبة لمجلس النواب عن تشكيلاته المزارية المفترض التي كان من المفترض أن تقدم في مارس بعد أيام من الآن في 8 مارس وأيضا يرغبون في تعطيل مجلس النواب بالكامل وذهاب إلى المنتدى السياسي وإلى مجهول هؤلاء لا يفكرون في الوطن ولا يفكرون بالمواطن ولا يدركون بأن الكثير من الليبيين يعلقون أمان كبيرة جدا على حكومة الوحدة الوطنية وأنه حتى إذا ثبتت حتى وإن ثبتت حقا أن الثلاث أشخاص هؤلاء أو ثلاث أعضاء في المنتدى السياسي ثبتت فسادهم وتلقيهم رشوة وحتى وإن أبطلت أصواتهم فهذا لن يغير من نتيجة أن الفرق في الأصوات كان حوالي 4 أو 5 أصوات الفرق بين القائمة الأولى والقائمة الثانية قائمة السيد المنفيد بيبة وقائمة السيد بشاغة عقلة صالح أي بمعنى حتى وإن سقطت هذه الأسماء حتى وإن سقطنا أصواتهم بطلت أصواتهم لن يغير النتيجة إذن ما يسعى أو ما يحاول القيام به بعض الأطراف هو دفعنا في اتجاه مجهول سواء كان هذا برغبة وإرادة محلية أو إرادة من الداخل من الأطراف السياسية في الداخل الليبي أو من دول تحاول الآن وترى الآن أن هذه الكتلة أو هذه السلطة قد لا تحافظ على مصالحها علينا أن نخرج الآن من وحل الوكالة أو التصرف كوكلاء لقوة أجنبية في الداخل الليبي لا تريد مصلحة ليبيا والحديث عن مشروع توافقي قد يجمع الجميع هذه أكومة حتى الآن تفتح ذراعيها وتحاول الحديث بشكل مباشر مع كل الأطراف بما في ذلك أعضاء مجلس النواب وأعضاء الدولة وغير من الأطراف السياسية دعني أذهب سيد بلقاسم إلى سيد خالد الترجمان من المفروض بأن دبيبة سيطرح حكومته لنيل الثقة يفترض في التاسع عشر من هذا الشهر لندري إن كانت ستتم هذه الجلسة ما مصيرها برأيك في ظل هذه الأجواء التي تضرب في مشروعية اختيار اسمه وهذا هو المطلوب سيدة فضيلة أن تكون هذه الأجواء ملبدة بحيث أنه يمكن كذلك الضغط بعدم وصول النصاب بالنسبة لمجلس النواب في سرط هذا ما يسعى لأي الكثيرون وخاصة أن كما نعلم أن مجلس النواب منقسم إلى أربع مجالس وليس مجلسين في طرابلس وطبرق بل بالعكس في تونس وفي الغردقة هناك مصالح متضاربة هناك كثير من النواب الذين طالبوا بريد بيبان تكون أسماهم من ضمن تشكيلته لا أدري ماذا يريدون بالتسعة أشهر هؤلاء كذلك هناك مسائل عديدة في داخل النواب سراعات على السطح وسراعات خفية لزاحة سيد المستشار عقل صالح والمطالبة بأن يكون رئيس المجلس من الجنوب كل هذه العمليات هذا الخلط وهذه الإشكالات التي توضع أمام مجلس النواب وأمام عبد الحميدة بيبة حتى لا تكتمل الجلسة وحتى لا يكون هناك جلوس وكذلك التشكيك في ذمة الخمسة وسبعين وبالتالي عرض الحكومة على الخمسة وسبعين هو كذلك سيكون محفوف بالمخاطر بالتأكيد لأن كيف يقبل أن يُعرض تُعرض الحكومة على لجنة الحوار وفيها فاسدين من قال أنهم ليسوا كلهم فاسدين من قال أن ليس نصفهم أو ربعهم إذا حدث أن كان هناك فساد مع أني أحترم الكثير من يتواجدون في هذه اللجنة في جينيف ولكن الفساد كما قلت لك هو يعم كل أسقاع ليبيا شرقا وشا وشمالا وجنوبا وغربا كلهم يسعون للمصالح يسعون للأموال ينهبون إيرادات ليبيا النفطية يضعون حساباتهم في الخارج الغريبة أن الكثيرون من أعضاء الحكومة والكثيرون من أعضاء مجلس النواب أصارهم وأولادهم خارج البلاد يدرسون في الخارج ويقمون في الخارج وهم على أهبط الاستعداد لمغادرة الوطن وبالتالي هذه المسائل برمتها لن تكون في صالح هذا المواطن الكادح الذي يقف بالساعات طوابير لمرتب يتحصل عليه بعد 3 أو 14 هذا الغلاء الفاحش الذي بدق في البلاد الإشكالات التي لازالت وخاصة في غرب البلاد من قطاع الكهرباء من نقص البنزين وغيره والتحريب الهجرة غير الشرعية وما إلى ذلك كل ذلك الناس تريد أن تقف عند نقطة نبدأ بها ذهاب إلى بناء الدولة المدنية التي حلمنا بها الدولة المدنية التي قاتلنا الميليشيات في شرق البلاد وجنوب البلاد من أجل الوصول إليها من أجل أن ننتهي من كل هذا الفساد وكل هذا السلاح المتشذي والمنتشر بين هذه الميليشيات والتي تريد أن تحافظ على مصالحها المحافظة على المصالح إما السيطرة على أدبيب وحكومته والسيطرة على المشهد السياسي القادم أو عرقلته لبقاء المشهد خصوصا بأن ستيفاني ويليامز أعلنت بأنها فتحت تحقيقا في هذه المزاعم المتعلقة بالرشوة سيد إبراهيم بالقاسم هل بالضرورة هدف ويليامز هو حقيقة التوصل لمن كان وراء هذه الرشوة وكيف تمت أم أنها داخل مخطط هذا المخطط الذي ذكره قبل قليل سيدة ترجمان سيدة فضيلة أعتقد أن هناك كثير من يدعي الفضيلة أيضا صراحة وأنه ترك الكثير من الفرص لأن يثبت صدقية أنه يسعى لأن تكون هناك مؤسسات ويسعى أن يحارب الفساد أو يواجه الفساد أو يضيق عليها ولكن وحتى هذا الادعاء الفضيل اليوم يبدو أنه كأحدى الوسائل للضغط على هذه الحكومة قبل أن تبدأ يعني محاولة وضع العصي في العجرة ومحاولة التضييق على هذه الحكومة قبل أن تبدأ باعتبارها أنها حكومة واسعة وحكومة تجمع الجميع وحكومة تتعدد فيها الأطراف تتعدد فيها الشخص أو حكومة ترضية لكل الأطراف سيمكن فيها أطراف لم يكونوا يوما من الأيام جزءا من عملية سياسية وهذا سيقلص من فرص البعض في الحصول على المصالح وأن يكون لديهم نفوذ حقيقي داخل هذه السلطة بمعنى أن هذه السلطة تعتبر سلطة الشارع حكومة الشارع حكومة الليبيين وليست حكومة النخب السياسية علينا أن نكون واضحين لذا أنا أقدر حالة السخط التي يشعر بها الأطراف السياسية في ليبيا بأن هذه الحكومة لا تحقق لهم مطالبهم فعليا لأن كما أشرت هي حكومة الشارع حكومة إرادة وطنية الليبيين هم من يدافعون هذه الحكومة وهم من يريدون هذه الحكومة وأجريت دراسات فعليا على الأرض لا سمعنا أو تفاجأنا بعثد الليبيين الذين يتأملون كثيرا ويطلعون كثيرا لهذه السلطة لكن خليني أعود مرة أخرى وأرفع إصبع الاتهام لأولئك الذين يحاولون بقدر الإمكان إسقاط هذه الحكومة ليس إسقاط الحكومة فقط بل هم الآن يسقطون العملية السياسية ويهددون بمصدقية بعثة الأمم التحدة التي صدرت بيان قبل قليل تقول فيه أن هذا التحقيق لم يجرى من خلال البعثة الأممية بعثة الأمم التحدة في ليبيا بل أجريا عن طريق فريق مستقل تابع للجة العقوبات الدولية وأن بعثة الأمم التحدة لم تبطل على هذا التقرير وأنه حتى وإن ثبت هذا مرة أخرى حتى وإن ثبت هذا لن يغير النتيجة لكن يجب على الطرف الذي يرغب فعلا بإسقاط هذه الحكومة أو التضييق عليها وهنا نشير إلى من هم في مجلس النواب من هو على هرم مجلس النواب السيدة عقيلة صالح باعتباره أنه كان منافسا لهذه التشكيلة ولهذه السلطة واليوم أعطيت له الكثير من الفرص لأن يثبت حقيقة إمكانية اندماجه داخل العملية السياسية المجتمع الدولي رفع عليه العقوبات المجتمع الدولي أعطاه فرصة لأن يترشح لرئاسة المجلس الرئاسي بالرغم من أنه موجود في رئاسة مجلس النواب أعطى له فرصة كبيرة لأن يكون لديه العدد الأكبر من أعضاء المنتدى السياسي ولكن كل هذا لم يسمح لعقيلة صالح أن يمر هذه الحكومة وأن يتجاوب بشكل فعلي دهمنا الوقت يا سيد إبراهيم بالقاسم الكاتب والباحث السياسي من ترابلوس أشكر أيضا الباحث السياسي والاستراتيجي خالد الترجمان من بنغازي شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة